استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشريف الشربيني خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي وموقف الغرف الفندقية المستهدفة وخلال الاجتماع قال وزير الاسكان ان رؤية مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي تتمثل في اعادة التطوير لمناطق العمق بالساحل الشمالي لرفع القيمة الاقتصادية لها وتحفيز الجانبية الاستثمارية فضلا عن تحسين الوجه الحضري لهذه المنطقة